علي معلول نجم النادي الاهلي وانا في رأيي وانا قلته قبل كده انه ده اهم محترف اجنبي جيه في تاريخ مصر على ضوء المسيرة مش بكلمك على بس الاداء الفردي عشان الاداء الفردي ممكن تقول لي فلانا احسن وفلانا احسن لكن بكلمك على المسيرة الطويلة جدا تسع سنين مع النادي الاهلي بيكسر الدنيا مستوى ثابت موجود دائما في المباريات مؤثر جدا في معظم البطرات اللي خدها النادي الاهلي طوال هزي الفترة علي معلول هداية تونس للمصريين وللنادي الاهلي دائما وابدا علي معلول نهاردة للأسف تأكد اصابته بقطع في وطر اكيلس قطع جزئي في وطر اكيلس بعد اصابته في مباراة الترجي معلول هيعمل عملية جراحية غدا وبحسب الدكتور احمد جبالة طبيب النادي الاهلي ان شاء الله العملية هتتم في اسرع وقت ويكون النتيجة كمان بالنسبة لفترة الغياب هنتأكد منها بعد العملية سواء كانت طويلة او ان شاء الله ما تطلش كتير طيب قبل ما خش على الهواء على طول كنت داخل اطلب طلب من ادارة النادي الاهلي كلمك بصراحة قبل ما خش على الهواء لما جالي الخبر بتاع اصابة علي معلول قلت يا انا هخش على الهواء هخش اكريمي النهاردة على الهواء واطلب من ادارة النادي الاهلي انها تجدد لعلي معلول الراجل اللي عاده بيخلص بنهاية الموسم وكان فيه مفاوضات بين الطرفين والقال كان ما اجي المفاوضات دي لحد نهاية النهاية الافريكي وكان علي معلول عايز راكم الاهلي عايز يدفع راكم المفاوضات الطبيعية المنطقية ما بين اي نادي واي لعب في العالم وعد تفكر هو بعد اصابته بوطر اكيليس اصابة ممكن تطول يعني من 7-8 شهور ممكن سنة معا يعني هنعرف ساعتها من طبيب النادي الاهلي لما يجري العملية ان شاء الله وبالتالي الاهلي لو نادي مش الاهلي يعني ما خلاص ما كيف كان عقده خير سنة هجددله ليه ولكن عنده اصابة بس علي معلول كان عنده عروض وعروض كبير الان علي معلول مش هيبه عنده عروض خلاص راجل عنده وطر اكيليس يعني هيقعد زي ما قولك ما يكرم من السنة ما بيلعبش كرة فطبيعا فيش نادي هيشتريه فقلت هخش انصح النادي الاهلي او مش انصح عفوا هخش اطلب من النادي الاهلي انه جدده العلي معلول عشان تاريخه العظيم ده تاريخه الكبير ده فقبل ما خشش على هوا جالي الخبر ده اسمع واتمزك بحلاوة وعظمة وجمال وروعة النادي الاهلي شو في الجمال اول حاجة كابتن محمود الخطيب الاسطورة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طلب من طبيب النادي الاهلي ان يتم علاج واجراء عملية علي معلول في اي مكان سواء في مصر او خارج مصر والتكافل التام والكامل بمصاريف علاجه حتى لو بعد نهاية عقده ويستمر النادي الاهلي في علاج علي معلول من هذه الاصابة في اي مكان في العالم واحد اتنين النادي الاهلي ينوي ينوي ما بعد مباراة التراجي القادمة في اياب نهاية دورة ابطال افراقيا التجديد لعلي معلول هيوصله لحلول وسط في المقابل المالي وهيتم التجديد لعلي معلول لمعلوماتكم بس خلافات بالنسبة مش الخلافات او المناقشة اللي كانت ما بين الاهلي وعلي معلول بالنسبة للراتب اللي ايخذه في العقد الجديد كانت حاجات قريبة واتصور كده الامور هتقرب اكتر علي معلول اكيد مش هيتمسك برقم هو كان عايزه واكيد النادي الاهلي مش هيسيب علي معلول بسبب التاريخ العظيم اللي عمله علي معلول مع النادي الاهلي اللي بقول لك ده وات خبر مؤكد النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب طلب من طبيب النادي الاهلي دكتور احمد جبالة انه يتم علاج علي معلول في اي مكان في العالم بحسن ما يوصي به الدكتور احمد جبالة طبيب النادي الاهلي وعرفنا كمان انه النادي الاهلي ينوي ما بعد مباراة الترجي التجديد لعلي معلول بغض النظر عما حدث وإصابته بوطر أكيس العادي بتاع النادي الأهلي مواقف العظيمة دي يعني ده العادي بتاع النادي الأهلي وبالتأكيد معلاء بعظيم هو علي معلوم